بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيزي الطالب مع مقرر وسائل تقنية التعليم والوحدة الثالثة التصورات الخطأ في تكنولوجيا التعليم ونبدأ بالأهداف بإنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادر على أن 1. يصح خطأ أن تكنولوجيا التعليم هي وسائل تعليمي 2. يصح خطأ أن تكنولوجيا التعليم هي أجهزة الحاسب الآلي 3. يصح خطأ أن تكنولوجيا التعليم تعني انتلاك المؤسسة التعليمية لكثير من أجهزة الحاسب الآلي التعليمية على حساب المواد التعليمية 6- ستا يصح خطاء النظر المتخصصين في مجال التكنولوجي للتعليم على أنهم بمثابة فن CEقرية 6- ستا يصح خطاء أن التكنولوجي لتعليم علم因為 هوية أو أس نظرية أو فلسفية ونبدأ ببعض التصورات المفهيمة الخاطئة المرتبط بمجال التكنولوجي للتعليم والتصور الخطأ الأول هذا التصور ينظر إلى تركولوجيا التعليم على أنها هي أشهزة العرض فوق الرأس والأفلام السابقة قديما أو أشهزة الحاسب الآلي حادثا ونعلق على ذلك في التالي أن هذه الأشهزة ما هي الأدوات يتم مكرار لها عرض المادة التعليمية أو يخزن عليها المحتوى التعليمي وتمثل هذه الأشهزة أحد المكونات غير البشرية للوسائل التعليمية وتعد الوسائل التعليم من أهم مصادر التعليم الأربع الرئيسة وتمثل مصادر التعليم الجانب الملموس لتركولوجيا التعليم وهي المنظومة الأكبر التصور الخطأ الثاني وهذا التصور ينظر إلى تركولوجيا التعليم لأنها وسائل تعليمية يمكن أن يستعين بها المعلم أو لا يستعين بها فهي مجرد أدوات مساعدة للشرح التعليق تركولوجيا التعليم ليست هي الوسائل فهي أكبر وأشمل من الوسائل التعليمية فالوسائل التعليمية تمثل منتجات لتركولوجيا التعليم وعلى ذلك فالوسائل التعليمية منظومة فرعية من مصادر التعلم التي تمثل الجانب الملموس لتكنولوجيا التعليم التصور الخطأ الثالث تكنولوجيا التعليم تعني امتلاك مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي والصبرات الذكية في المدارس التعليق والتوضيح أن العبرة ليس بامتلاك منتجات التكنولوجيا ولا تتمثل فيه أجهزة الحاسب الآلي وغيرها ولكن العبرة بتوظيفها واستثمارها بصورة جيدة في تحسين مستوى التعلم داخل البيئة الصفية أي لابد من الاهتمام بالتوظيف الجيد لهذه الأجهزة في العملية التعلمية لتحسين مخرجات التعلم التصور الخطاء الرابع الاهتمام بتوفير الأجهزة التعلمية على حساب المواد التعلمية ومهارات العرض والبيئة المادية الطالية من خطأ اعتبار الأجهزة التعلمية ووسائل التعلمية كاملة فيها أدوات عرض ونقل المحتوى المخزن لذا يجب الاهتمام بالمواد التعلمية بصورة كبيرة عند الحديث عن وسائل التعليمية لأنها المصدر الرئيسي للتعلم حتى لو تم عرض المحتوى التعليمي دون الحاجة لأجهزة عرض مثل الكتب المدرسية أو المواد التعليمية سلوسية الأبعاد كمثال العينات والمجسمات خامسا التصور الخطأ الخامس النظر المتخصصين في تكنولوجيا التعليم عنهم فن وسائل تعليمية أو متخصصين في تركيب الأجهزة وصيانتها وعليه أن يقوم بتصليح هذه الأجهزة وإجراء صيانة اللهم التعليق أن المتخصص في تكنولوجيا التعليم هو في الأساس مصمم تعليمي مصمم بيئات التعلم ويحدد مهام التعلم ويقدر الحاجات ويصف الأهداف بصورة إجرائية وينتج مصادر التعلم متنوع ميس برنامج وسائل متعددة أو لوحات تعليمية أو غيرها أما عمليات الصيانة فيوجد لها متخصصون يجب توفرهم داخل المؤسسة التعليمية المتقدمة التصور السادس تكنولوجيا التعليم علم بلا هوية علم بلا أسس نظرية أو فلسفية ويمكن دمجه مع أقسام تربوية أخرى التعليق تكنولوجيا التعليم في الوقت الحالي علمي يجمع بين النظرية والتطبيق هدف الرئيسي التركيز على تحديد أبرز المشكلات ونركز على المشكلات التعليمية وتقديم أفضل حلول لها ومن سمى لا يفضل دمج هذا العلم تحت أي علم من العلوم التربوية ولكنه يمكن إمكانه التكامل مع العلوم التربوية الأخرى على الأسف المنهجية سليمة لتحقيق أهداف استراتيجية منشودة التقيم عزي الطالب ما رأيك في الآتي واحد النظر لتكنولوجيا التعليم على أنها وسائل تعليمية يمكن أن يستعين بها المعلم أو لا يستعين اثنين تكنولوجيا التعليم هي أجهزة العرض فوق الرأس وأجهزة الحاسب الآلي ثلاثة تكنولوجيا التعليم تعني امتلاك مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي في المدارس أربعة الاهتمام توفير الأجهزة التعليمية على حساب المواد التعليمية ومهارات العرض خمسة تكنولوجيا التعليم علم بلاهوية ويمكن دمجه مع أقسام تربوية أخرى مثل المناهج وأصول التربية وعلم النفس والتربية الخاصة